اتفق المدرب الجزائري عبدالحق بن شيخ على العودة لتدريب اتحاد طنج المغربي لمدة الستة أشهر قابلة للتجديد عقب إقالة مدرب الفريق بعد الهزيمة أمام شبيبت الصورة والإقصاء من دور الأبطال وكشفت صحفة المغربية بأن بن شيخ اجتمع مع رئيس الفريق ووقع على عقده حتى نهاية الموسم مضيفة بأنه سيتم الإعلان عن الصفقة بصفة رسمية الأسبوع القادم